كشفت مصادر عن تفاصيل مثيرة تتعلق بحادث انهيار عمارة من خمس طوابق كائنة بشارع العنق بالدائرة الحضرية مولايا يوسف في الدار البيضاء لم يخلف الحادث خسائر بشرية يعود الفضل في ذلك وفق مصدر بالسلطات المحلية إلى تدخل عناصرها في وقت سابق من اليوم الخميس لإخلاء العمارة المذكورة والمحلات والمباني المجاورة لها من الأفراد وتأمين محيطها بعد معاينة شقوق طارئة على المبنى المنهار الذي خلف أيضا انهيارا جزئيا لإحدى البنايات المحاذية من جانبها تتحدث مصادر اليوم 24 بأن إخلاء العمارة وكذلك محيطها جرى قبل حوالي 15 دقيقة فقط من الانهيار حسب ما تقول هذه المصادر فإن صاحب مقهى بإحدى العمارتين المعنيتين بالحادث يزعم قيامه بإزالة إحدى الدعامات الإسمنتية متسببا في تصدعات بالعمارة المنهارة لاحقا السلطات المحلية تواصل حاليا عمليات إزالة أنقاض البنايات المنهارة كما أن مصالح الشرطة القضائية باشرت تحرياتها وأبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة للوقوف على ظروف وأسباب هذا الحادث ترجمة نانسي قنقر